نفذت القوات البحرية المصرية والقوات الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر وذلك باشتراك الفرقات المصرية الإسكندرية مع الفرقات الدفاع الفرنسية شيفلار بول وآتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة القوات المسلحة للارتقاب مستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة حيث اجتملت التدريبات على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية تضمنت تنفيذ تدريب للدفاع الجوي عن التشكيلات البحرية كذلك القيام بتشكيلات الإبحار التكتيكية التي أظهرت قدرة الوحدات البحرية المشتركة لكذا الجانبين على إدارة العمليات القتالية للمفاهيم المشتركة والعقاد التدريبية المعمول بها وكذا تمارين المواصلات بالإضافة إلى تبادل أسطح الطيران وتنفيذ أعمال التصوير تأتي تلك التدريبات تأكيدا على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية